السلام عليكم وتحيطيبا لكل محبوبين قناة كريم كسري مرحبا بكم معهم جديد في هذا الفيديو نهضر له اهم مضام من خطاب رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانتيز وعلى اقوى خطاب بالنسبة له من هل تولى الرئاسة ديال الحكومة لان النقاط اللي تكلم فيها في هذا الخطاب نقاط جيد مهمة وغد تشكل وحد تحول جذري لاسبانيا ما عرفتوش هذي اربعين سنة غادي تقاسم معكم اهم اهم لب لب ديال الخطاب بهذا الفيديو هدى ولكن قبل ما ندوزون تفاصيل كانت طلب منكم حاجة وحدة اللي هي لايك الفيديو والبرتاج الاخوان ما تبخلوش على اللايك والبرتاج باش الافادة تصل لجميع ويلا نبدأ اذا الاخوان والاخبات ندخلو في تفاصيل ديال الموضوع اللي بيدرو سانتيز اليوم دار خطاب اللي صراحة هو اقوى خطاب من هاللي تولى الرئاسة ديالحكومة لان البرنامج اللي يقدم في هاد الخطاب هاده هو برنامج واعد وغد يحول اسبانيا رأسا على عاقب حسب الكلام ديالرئيس طب هاد الحال وهنا يعني اللوب ديال الموضوع اللوب ديال الخطاب كتعلق لامر باش بالفلوس يعني بالفلوس بالفوندو اوروبيو اللي هي مية وربعين الف مليون ديالورو اللي تكلمنا عليها هاد الفلوس هاده 72 مليون ديالورو اخذتها اسبانيا كمساعدة باش تبني الاقتصاد ديالها هاده الفلوس اللي بقات اللي هي 68000 مليون ديالورو غادي تاخدها اسبانيا كسلف فالموعود ديال بيدرو سانتيز في هذا الباب هاده يعني كتبين بان بيدرو سانتيز عنده نية انه غدي بدل اسبانيا رأسا على عاقب لانه هو قال بان التحول الاقتصادي الاسبانيا اللي غتعرفوا ده با ما عرفاتهش يعني من هاللي ادخلت الاتحاد الاوروبي عام 1983 يعني غادي تعرفوا حد تحول جيدره دي ربعين سانة ما عرفاتهش طبعا هو تكلم على النقاط وقال الاحصائيات وقال بزرد الحويج اللي منها قال بان هاد الفلوس هاده غادي تبشي تتعود و 30% منها في الاستثمارات الخاصة بتحويل البيئي وتتعود و 20% غادي تمشي التحويل الرقمي يعني ديال البلاد يعني بغاء اسبانيا في المجال الرقمي بغاء يتحول يعني اتعرفوا حد تحويل كبير لان هادك شي باش خاصص هاد المبلاغ تتعود و 20% من الاجمالي ديال المبلاغ في التحويل الرقمي لان بغاء اقتصاد ديال اسبانيا بغاء يتحول نهائيا بغاء احتل كما قال ديك السيستم ديال هادك القوة ديال الاقتصاد باش ماشي جي واحد الازمة و تضربه لا بغاء تبدل هنا قلبي ان اسبانيا غدا تدير وحد مية وعشري مية عفوان مية وجوش اصلاح يعني فهدون ست سنوات القديمة هدار على هاد السنين اللي جاي اش غدا تدير الحكومة الاسبانية اش غدا تدير اسبانيا في هاد البلان هادا هنا قلبي ان اسبانيا غدا تدير مية وجوش ديال تغييرات في وضون هاد هاد ست سنوات منها غدا تدير مية وعسرة ديال الاستثمارات اللي هي استثمارات كوبرا بالضبط الديطاي ديال هاد الاستثمارات الكوبرا شنو هي بالضبط ما قالش مهم قال مية وعسرة ديال الاستثمارات اللي غدا تدير اسبانيا اللي هي استثمارات كوبرا واللي غاد عدعوه دل النفع بالاقتصاد الاسباني بوحد درجة كبيرة واللي غاد يتعرفوه حد تحول كبير. المجمل ديال الاهداف ديال هاد الشي هذا اللي تكلم لها الرئيس. اشنو هي? اللي هي? الاهداف الرئيسية ديال الخطب كامل من هاد الفلوس اللي مية وربين الف مليون لأورو اللي عدعوها لأوروبا. واللي غاد يخدمو بها باش غاد يدير واحد تحول. الآن هدروا على الاهداف الرئيسية اللي احنا كنت اهمنا احنا طبعا الحكام وهازين كنعيش هنا باسبانيا وكهمنا الموضوع. كان هدروا على تحديد النسيج الانتاجي. تحديد النسيج الانتاجي عفوا يعني البي اي بي طلع النسيج الانتاجي. زيادة في الانتاجية. تعزيز القدرة على خلق وضائف جديدة. محاربة البطالة الهيكلية. تقليص الفجوات الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الاخضار. الاقتصاد الاخضار هو يعني الاستثمار في المجال الفلاحي. يعني النواية ذي الرئيس فهذا الباب هذا وهذا الفلوس هذه الى يعني صراحة يعني لمشات الطبقات كيف ما هو تكلم عليه اليوم في الخطاب. اللي هو كان خطاب صراحة اليوم هو خطاب قوي بزاف وكيدفع يعني بانيابه على هذا الكلام اللي كيقول. وخاءنا من الحزب بي بيك انتقادات ولكن هو يدافع بانيابه على البرنامج دياله اللي هو الده في الدوء الذي يقدمه للبروكسل اليوم باش يرجعوا يرجعوا زيما بروكسل يعني المقارة للاتحاد الأوروبي باش انه يخوّد الفلوس لان بروكسل او مقارة الاحتيال الأوروبي قبل ما يعطيهم الفلوس قالوا بانكم خادتكم ديروا واحد مجموعة من اصلاحات منها يعني الحد ال caso الى هو غصومت العشوية الاصلاح في التعليم الاصلاح في الصيحة يعني هاد الاصلاحات يعني اسبانيا حاولت استجب مطالب د令 الاتحاد الأوروبي فى المبادة باش أن أوروبا يعني ترضيع لهذا الشيء اللي تبقاته إسبانيا وتحاول أن تعطيها الفلوس لإسبانيا باش تستطمر في الاقتصاد ديلا مبلغ كبير بزاف هاد المبلغ هاده المبلغ هاده نورمال منتي إسبانيا من الفوندو أوروبيو في المساعدة اللي كانت تاخده من الفوندو ما كانت تتعدى 8000 ديلا مليار كأعلى تقدير 8000 كأعلى تقدير هاده المرة هاده يخذات 72000 مليار يعني وحد المبلغ هائل وخيالي ولي أول مرة كتتحصل لإسبانيا صراحة في هذه المرة هاده اللي هو حقال بأن هاد الفلوس هاده اللي تعطات يعني مساعدة زيد على الفلوس اللي تعطات يعني آآ كسلف يجمعهم كاملين 140 أف مليون الأورو مبلغ جيد جيد دخمي لا تم الاستثمار ديلا بالطريقة الصحيحة والمعاقلنة وما كان شي يعني آآ الاختلاص في هاد الفلوس هاده لأن آآ بزاف كي حسبو بيدرو سانتيز على هاد البرنامج هاده اللي كيقدمو اللي معطاش تفاصيل دياله هو شاد البرنامج ويأخذوا لتحاد الأوروبي ولكن معطاش التفاصيل دياله الحكومة ولا الحزب معارضة باش أنا تشوفوا وتقرأ وتعرفوا شنو مكتوفه إذن أنا غن ديولي الكلام دي الرئيس وغنسمعو شنو قال وغنشوفو أنه في الغضون دياله ست سنوات القادمة بالفلوس اللي عدد دخول البلاد هاد التحويلات اللي تتكلم عليها اللي هو قال بأن دابا 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 يعني في 2021 إسبانيا يعني خلقات كثرة 800 ألف منصب شغل جديدة يعني في هاد الضرفية اللي نحن نعيش دابا بهذا الوضعية اللي نحن فيها دابا يعني قال بأنه التحول غادي تديجي بدا من دابا 2021 من غد جيل فلوس اللي بقية غادي يكملوا على المصطرة ديالهم ويكملوا على الخدمة ديالهم اللي بقية اللي غدا تنمي الاقتصاد الإسباني وهذا إنشأ منه اقتصاد قوي اللي كيقاوم الأزمات وكيقاوم الضربات الخارجية كما كتعرفوا اقتصاد إسبانيا حاليا هو اقتصاد هش اقتصاد يعني ما كيقلاش يقاوم الأزمات اقتصاد يعتمد على الأخار ما هو؟ هو السياحة بالدرجة الأولى والقطع الفلاحي ما زال الفلاحة مزيان هذه من جهة ولكن الغالبية كنا نرحض بأن كثير من 20% دي العائد دي الاقتصاد دي الإسبانية كي يعتمد على السياحة اللي طبعا الحالي لا تقصلك السياحة ما عندك ما تدير هنا قال بأنه هو سيطور في مجالة التكنولوجي بالضبط تفاصيل بالضبط ما هو سيطوره؟ سيأتي من بعد أنه سيطرحها في الكونغرس ويتناقش وتم ما غنعرفه التفاصيل كاملة دي لهاد البرنامج هدي كامل اللي يتكلم عليه اللي أخذنا منه النقاط اللي هي مهمة اللي احنا نتقسمها من مبادتنا احنا كمهازرين كيعيشوا إسبانيا نتمنى وغير الخير طبعا الحال ونتمنى وتقدم الازدهار لأن البلاد كان عيشوا فيها كان خلصوا فيها ذرائب دينا عدنا فيها وليدتنا كان يعني حياتنا كاملة عدنا هنا يا أبار يعني البلاد دينا اللي يخليها لنا ولكن هذه البلاد دينا نعيشوا فيها يعني عدنا في حياتنا اللي كانت من الأولى دائما تقدم الازدهار ونتمنى وطبعا الحال كلام دي رئيس اللي تقال في هذا الخطب هذا اللي صراحة أنا عجبني بزاف هذا الخطب هذا المرة هدي اللي كانت مننا حاجة واحدة اللي تقال كله يدار في أرض الواقع ما يكون شي حبرا على ورق أو للفلوس لأن مبلغ مبلغ هائل غادي يجيب غادي يدير تغيير غادي يدير تغيير غادي يجيب غادي يدير تغيير غير هو كما يتعرفوا في إسبانيا فيها صحاب المختلصين طبعا الحال ولكن إن شاء الله نتمنى وخير ونتمنى وأن الكلام كامل يتبقى أرض الواقع وأن نعيشوا وتقدموا الازدهار اللي كان حلموا به إن شاء الله هنا في إسبانيا هذا شي اللي بغيت نقال تقاسم معكم إخوان الأخوات هذا هو اللب بديل الموضوع ديل الخطاب ديل بيدرو سنتيز اللي دام تقريبا شي ساعة ما عندي لش نبقى نتكلم بزاف في النوقات لأن النوقات اللي قتمنا هي هذه اللي بغيت نتقاسم معكم وتعرفوا شنو وقع حنا كانت تتنو دبا الرد ديل بروكسيل شنو غدا تقول بالنسبة الشي اللي قدم الملف اللي قدم بيدرو سنتيز بالنسبة للفلوس اللي غي ياخدوها فما بقى لما نضيف هذا الفيديو إخوان الأخوات كانت منكم تكونوا سفتوا وليس سفتوا ديلونا لايك وبرتاجيو على أوسعني تقبط صل إفادة للجميع تحييتي لكل محبين قناة كاريم كسر أينما كنتم شكرا على المتابعة في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته